يعني يحيى موسى كان بيصدر تكلفات للشباب ان هما يروحوا ربعة يعني هو معلجة بالضبط واصدر تكلفات لان هما يروحوا الحرس الجمهوري فيه ورغم ان مرسب كان شي هناك لا هما بيقولوا كده يعني اه طبعا انما هما بيقولوا كده واكذا طبعا في المتهمين فيه سيدة والسيدة برضو كلمت كلمت فخرا بانها قدت دور وانها عايزة كمان فلان يقديت دور اه كان دور هيفا السيدة امداد وتمويل امداد وتمويل اه حضراك الموضوع فيه تسعة شواء والموضوع فيه فيه تسعة شواء اه تسعة شواء التدريب على تصنيع المتفجرات داخل شقة ممنوع يكون برا لكن التدريب على فك السلاح وتركيبه بيكون في حتة خلا حتى لو مدرطتش نار لكن يكون في حتة خلا يبقى في حتة خلا ضرب النار بقى في حماس طريقة الخروج من الغزة الشباب هنا يعني شرحين شرحين باستفادة يعني نظرية دفع الصائل الجديدة اللي هم بيستخدموها اللي بيستخدموها موكل الاول شكري مصطفى وبطور التكفير يعني خلاص ده مجتمع ومن لا بيحكم من أنزل الله ده مجتمع كافر وبرضه الجماعة الإسلامية على نفس المنوات وبالمناسبة أنا طبعا عاصم عبد ماجد مع انقسام شديد جدا موجود برا آه مع انقسام شديد جدا موجود برا إنما أغلب النظريات الموجودة دي عاصم عبد ماجد قالها آه آه وهو بيرد على المراجعات إنما الخلاصة بقى إنهم قالك نظريات تانية يقتل بها المسلم 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 اللي هي دفع الصائل آه يعني إذا كان مسلم هو يشكل العقبة قدام تحقيق الغايات السامية هم ما يفهمون كده أنا بقول لحظة يوق كلام لفه يقدر آه آه انت عارف إنه كان أول مرة يعني آآ دفع الصائل يعني في الأدبيات اللي إحنا بنقرأ من زمان موجودة يعني لكن تم تصدرها يمكن للرأي العام هنا بعد الاسموئي ده اللي هو كان جاي من ليبيا اللي كان بيحاوره الأستاذ آآ آآ أديب فاكر أنت بالضبط آه بس إيه لي بقى اخترعوها ده في آآ 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 يعني لا أقصد إنه كانت فجأة يعني إنه بتكلم عن دفع الدفع الصائل إنما بيدلسوها مجموعة النوعية دي قديمة آآ فدي نظرية يقتل بيها المسلم الذي يقف عقبة آآ آآ أمام تحقيق هذه التنظيمات الأهدف يعني هو بيحلله المشكلة النفسية عنده إنه لو لقى واحد مسلم حقتله إزاي آآ آآ لأ دفع الصائل ده يقتل ويجيب له بقى لأدلة ما هو ده اللي خلى الناس تثور على مسائل كتيرة جدا حديث آآ بتاع عشان كده دور الأظهر في التنظيم لأنه كله موجود كله أي حاجة أو أي نظرية جديدة تيجي وإن لم يكن موجود فموجود تفسير أحد آآ ابن كذا وابن كذا وابن كذا رأيه في آذر حديث يقولك انتطور ترجمة نانسي قنقر